ميت السلامة بالكل بفيدي لوم حبيت اعمل معك وصفة الوربات بالقشطة مشهورة كتير بلاد الشام ومناسبة كتير للبرد والاجواء الشتوية لانه السكر اللي فيها يعطي دفم ولا اروع من هيك اول شي نحن بحاجة لعجينة البقلاوة اللي هي عجينة الفيلو او اين عجينة هيك رقيقة عجينة البرك نفسها حطيت وانا خرقة رضبة ما تكون الخرقة عندك كتير نديا وإلى العجينة تتشتش بشان عندي العجينة ما تنشف بسرعة بدي اقسمها لانه لقسمين القسم الاول اشتغل فيه والقسم الثاني اشتغل فيه وبعدين هون حطيت القسم الثاني على جنب الخرقة الرضبة وابلش اقطع العجينة قطعت العجينة اول شي لشكل طولي باستخدام المصطرة انت قسموه بالعرض اللي يناسبك ولي تشوفوه انت اسهللكم بالشغل بعد ما قسمت العجينة بشكل طولي ابلش اقصها بين الزوايا بشكل معينات او هيك مثل الجواهر بعد ما قصيتوها احاول اطوي العجينة على بعضها الى ما احصل على مثلسات صغيرة او معينة سير نص وابلش اصفا بالصينية انا حبيت افرجيكم كمان طريقة تانية للتقطيع اللي هي تشبه طريقة تقطيع الكروسون القسم الثاني اللي زاد عندي اقطع العجينة للشكل الطولي مثل قبل شوي كمان بالعرض اللي يناسبك احاولوا قيصوا انتا القياسات المناسبين يعني بس تبلشوا تقصوا العجينة بالقطعة الطولية الوحدة مثلسات صغيرة حاولوا قيصوا نفس الطول يعني مثلا اربعة سانتي خلى وكلياتا قياسا اربعة سانتي بعد ما قصيناها انكلتا يعني عكس بعض على شكل الكروسون اللي ينحضروا اخذ المثلث الاول واحاول اطويه على بعض فايسان عندي مثلث صغير عنجد حاولوا تكون القطعة صغيرة ما تتحسوا بطريقة اكلها ولا تحسوا انه بتقنيب الضمير انه اكلتنا كتير لا تتكون قطعكنا كتير صغيرة وتستمتعوا فيا اكتر بعد ما صفيتوا العجينة باللصينية دوبتوا شي كوب ونص لكوبين من السمنة لا تستعملوا الزبدة لانه الزبدة تتنشف العجينة عندك بعدين اخبزنا بفرن مسخن من قبل 250 درجة مئوية شي 20 دقيقة ل 25 دقيقة حسب حرارة كل فرن وهيك لونا كان والأروع من هيك دهبي بامتياز من تحت كلستوى وتقلوا بالثمنة عفوا وهيك حتى انا عندي الزمنة ما زادت كتير اذا زادت تقدروا تصفوها وتستعملوها للصينية اللي بعدها وتقدروا تستعملوها للحلويات التانية او تنشفوه بالكلينكس هيك انا طلع عندي بس شغلة معلقة اكل زيادة بعدين كان حضرتوا قطر على جنب وبرد القطر كتير من كوبين سكر كوب مي ومعلقة اكل من العصير الليمون وسقيتوهم بالقطر بكمية بسيطة وخليتوهم يبردوا كليا هلا لتحضير القشطة بدي كوب من الحليب وكوب من كريمة الطبخ او الكريمة السميكة تقدروا تستغنوا عنها اذا ما متوفر عندك انوا تستعملوا كوبين من الحليب وبعدين ضفتوا عليهم ربع كوب من النشا حركتوا النشا على البارد بشان ما يكتل معي بالقشطة يعني بعد ما خفقتوا كتير مني حوداب اشعل النار على حرارة متوسطة ونسيتو ما اضيف رشة الملح اللي هي رشة البركة واستمر بالخفق او التحريك بالمشبك الى ما احصل على هالقوان بس يغلي عندك الحليب ويسمك بهالقوان شيلوه وخليوه يبرد كليا بعد ما برت نضيف عليه وشوية ميزهر هو اختياري تقدروا تضيفه اينا مركه متوفر عندك انو انتن تحبوه ميورد ميزهر فانيل اللي تحبوه بعدين ضفتوا 200 جرام من جبنة الكريمية انا كان حضرتوه بالبيت على ايدي تقدروا تستعملوا اينا جبنة كريمية ما تكون نسبة الملح فيها كتير عالية بعد ما خفقت الكريمة صارت جاهزة او القشطة تقدروا تحفظوه بالبرات شي 3 اربعة ايام بعدين الوربات اللي عندي بعد ما برتوا بسكينة او هيك مجرفة صغيرة تقدروا تفتحوهن اهم شي بهدوء بشان ما ينكسروا وينتقوا عندك تعبوهن بالقشطة اللي حضرناها وتغمسون من الاطراف بالفستق الحلبي الفستق الحلبي هيك يكون كسرتو خشنة كمان طلع يقرط معك ان يكون اطيب وهيك صار عنا الوربات بالقشطة جاهزين مناسبين للعصرونية لسهرة لجمعة رفقات لعيد ميلاد لكل شي مناسبين لكل الاوقات ببساطة الطعم الشكل الريحة ولا اروع لازم تسمعوا القرشة عن جهد انا كتير اسفة على الاصوات اللي عم بسماك ان اخر فترات حملوني بس ياريت لو كنتم موجودين واكلتن لانو الطعم لا تقوم يعني ما بعف كموحدة اكلتو لانو ما عديتوهن نحن ما نعد الاكل اللي يناكلوه واذا عجبك الفيديو كالعادة لا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو اهم شي اشتركو بالقناة لانو قربنا نصل الفين شخص على القناة ان شاء الله الف صحة وهنا باي باي